اشتركوا في القناة اخذ رجل من بني ليث بيده وقال له ألا أبشرك فقال الضحاك بلى قال التذكر إذ بعثني رسول الله إلى قومك فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه فقال له الأحنف وقتها وهو يدعو قومه إنك لتدعو إلى الخير وتأمر به فلما بلغ النبي ذلك قال النبي اللهم أغفر للأحنف فكان الأحنف يقول ما من شيء في عملي أرجى عندي من ذلك وكان الأحنف أحد الحكماء الدهات فلما قدم على عمر في وفد البصرة رأى عنده عقلا ودينا وحسن سمتي فتركه عنده سنة ثم أحضره وقال له يا أحنف أتدري لما احتسبتك عندي قال الأحنف لا يا أمير المؤمنين قال عمر لأن النبي حذرنا من كل منافق عليم فخشيت أن تكون منهم ثم كتب له كتابا إلى أمير البصرة أن الأحنف سيد أهل البصرة واعتزل الحرب بين علي ابن أبي طالب والسيدة عائشة ومشي مصعب بن الزبير أمير العراق بعد وفاته في جنازته ترجمة نانسي قنقر